بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اجتمعت اللجنة الصحية اليوم مشكورة وتداولت وبحثت التكليف اللي كلفها مجلس الأمة لبحث موضوع الآثار السربية من تطبيق نظام 5G أو الجيل الخامس والترددات والأشعة وأثرها الصحي والبيئي على المواطنين والمقيمين وعلى البيئة بشكل عام وهذه طبعا رسالة كنت أنا موجهها لمجلس الأمة ووافق عليها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة وبلشت اللجنة واجتمعت واليوم اللجنة استدعت الجهات الحكومية المختصة فيو هيئة الاتصالات أو ممثلين من هيئة الاتصالات ويوم وزارة الصحة وكذلك بلدية الكويت وكذلك الهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة مشكورين وكذلك زملاء أعضاء آخرين شاركوا في الاجتماع وأنا تشرفت أني شاركت كذلك في هذا الاجتماع وكان النغاش يدور حول مجموعة من القضايا والأسئلة التفصيلية المتعلقة بسلامة وأمن تطبيق الفايف جي وهل تم دراسة الموضوع مسبقا أم لم تتم هل الأشعة الصادرة من الترددات والأجهزة المستخدمة لها آثارها سلبية أم لا هل يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية هل خذية وموافقات من المنظمات الدولية هل تتوقعون آثار سلبية لماذا بعض الدول على مستوى العالم أحجمت أسئلة بأمانة مطروحة على مستوى الساحة على مستوى الناس الفنيين على مستوى الأطباء على الحريصين على البيئة وعلى سلامة وصحة المواطنين وكان أخذ وعطى مع الجهات المختصة بلا شك أن هذا اللقاء الأول وقد تكون هناك لقاءات أخرى لقاءات مع مختصين مع المجتمع المدني يمكن حتى مع الجهات الحكومية الأخرى لكن الرسالة الأولى التي وردتنا الآن من الجهات الحكومية وبالأخص لهي العامة للاتصالات ومن وزارة الصحة أن لا يوجد ما يثبت أن استخدام الفايف جي يؤثر سلبا على سلامة المواطنين هذه الرسالة التي سمعناها والتي يقول عنها المسؤولين في الدولة في هيئة الاتصالات وزارة الصحة أننا مراعين المعايير الدولية فيما يتعلق بالترددات كما أننا سألناهم سؤال مباشر هل الأجهزة هي فقط نفس الأبراج القائمة حاليا اللي يستخدم فيها الفور جي أم ستكون هناك أجهزة أخرى على الكلام ما سمعنا اليوم أنها ذات الأبراج وإذا طلبنا منهم أن يعطونا كتابيا إذا هي ذات الأبراج أم لا وإذا كان هناك أبراج زيادة أو أجهزة أخرى لكن الكلام ما سمعنا اليوم هي ذات الأبراج فنحن نتكلم عن ذات الأبراج وأن التردد نفسه هو نفس التردد مع الفور جي نفس التردد مع الفور جي وإذلك كان هناك مخترح طرح في اللجنة وأعتقد هذا المخترح إحنا كذلك أكدنا عليه وطالبنا فيه أن يكون هناك فريق تنسيقي فريق عمل مشترك بين كل هذه الجهات الحكومية والذي كان مفترض أن يكون حتى قبل قيام الخدمة لكن إحنا أكدنا عليه أن يكون فيه فريق يضوم كل هذه الجهات وزارة الصحة، هيئة الاتصالات، هيئة العاملة البيئة بلدية الكويت، معحدة الأبحاث إذا بدخلوا معهم معحدة الأبحاث وأن هذا الفريق يبحث في كل تفاصيل هذا الموضوع يطلع تغرير متكامل وكذلك يقيم مؤتمر صحفي أو يطلع للصحافة والإعلام ويوصل رسالة إلى الجمهور وإلى الناس عموما فيما يتعلق بكل أبعاد استخدام هذه الخدمة والآثار المترتبة عليها وطالبنا اليوم من خلال اللجنة الصحية أن يوافونا بمجموعة تساؤلات والسفسارات تتعلق وتؤكد سلامة استخدام الجيل الخامس وأن استخدامه لن يسبب في زيادة احتمالية الإصابة للأمراض الخطيرة أو يؤثر سلباً على البيئة وسلامة الناس عموماً أو سلامة الدولة هذا اللقاء الأولي اللقاء الأولي بيّن لنا أو وضح لنا كثير من المعلومات بلا شك إنه هو لقاء أول ومن واجبنا إن نحن نكون شفافين مع المواطنين هذا الموضوع لم يكتمل صورته ولم تتضح الصورة بشكل نهاي حتى الآن حتى تكتمل الصورة وتين التقارير والبيانات المكتوبة أنا أعتقد بنهاية الفترة اللي هي مقررة شهر لإعداد التقرير ستكون الصورة أوضح إحنا مسؤوليتنا أن نوضح لكم وقلنا لهم أن أنتم مسؤولين كان مفترض مع اللقط اللي صار يطلعون المسؤولين في الصحة يطلعون المسؤولين في هيئة الاتصالات ويوضحون وليس بيان مقتضب سطرين ثلاثة أن الأمور طيبة لا 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 يكون في تفصيل وفي رد على الجوانب الفنية والجانب الطبية والجانب المتعلقة بالبيئية وهذا التوضيح يكون للناس عموماً وبالتالي الناس تشعر إن شاء الله بالاطمئنان والراحة والاستقرار نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يوفق الجميع لخدمة هذا البلد وأهل هذا البلد شكرا لكم